بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من السوديو التحليلي والنهاردة حيكون اللقاء بين الأهلي وإنبي طبعاً النهاردة تاريخ وعلامة في قلب كل أهلاوي النهاردة 24 أبريل من 114 سنة اتبنى على أرض مصرنا الحبيبة هرم رابع الهرم الرابع هو النادي الأهلي نادي الوطنية نادي الكرامة نادي العزة زي النهاردة رموز النادي الأهلي الأوائل فتحوا أول صفحة في تاريخ جديد تاريخ كبير بيحتاج لروايات وحكايات ومجلدات تاريخ بيكبر وبيزيد وبيزيد يوم بعد يوم زي النهاردة سنة 1907 ابتدى بحلم وحلم بعد كده أصبح حقيقة زي النهاردة كان الإعلان عن كيان ساكن في قلب كل واحد فينا في قلب كل أهلاوي زي النهاردة بدأ النادي الأهلي يفتح باب لمجد غير محدود 114 سنة مبادئ 114 سنة أخلاء 114 سنة قيم 114 سنة بطلاط ومازالت مستمرة بفضل الله 114 سنة مصدر سعادة لجمهور المخلص الوفي العظيم 114 سنة فخر للرياضة المصرية ومازالت وستظل بإذن الله 124 سنة وندينا الحبيب طيب كل سنة وندينا الحبيب بخير وعامر بالبطلاط 135 سنة والأهلي في قلب كل واحد فينا 146 سنة والأهلي في قلب كل أهلاوي 147 سنة ودايما الأهلي شامخ وكبير 158 سنة والأهلي مشرف الكرة المصرية 169 سنة والأهلي حبيب الكل 169 سنة وانت أعظم نادي في الكون 179 سنة وانت دايما عالي فوق كل سنة وانت مفرح الملايين كل سنة وانت مخلي جمهورك فخور بيك فخوره انه اهلاوي كل سنة وانت بطل كل سنة وانت فرحتنا وبهجتنا وسعادتنا ومعاك على الحلوة والمرة الاهلي الامبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات ابدا كانت فكرة لعمر لطفي باشا استقبلها رجال مصر الشرفاء بحماس وبعدين فكروا والفكرة اصبحت حقيقة وتطورت حتى اصبح نادي الوطنية سفيرا فوق العادة لرفع رايد بلدنا في كل المحافظ الاقليمية والدولية في كافة الالعاب الرياضية واصبح فعلا قلعة رياضية كبيرة شاملة وشامخة في مصر وافريقيا والشرق الاوسط هنا الاهلي هنا قلعة الانجازات والتطوير هنا قلعة الانشاءات والبطولات هنا الاهلي الاهلي ملك القارة السمراء هنا المبادئ هنا المجد هنا الانجازات هنا اعظم نادي في تاريخ الكرة المصرية والعربية والافريقية كل اهلاوي ليه الفخر بانتماؤه لكيان كيان القلعة الحمراء كيان النادي الاهلي النادي الاهلي ليه فضل كبير على كل اهلاوي علينا كلنا على كل حتى واحد ماشي من جنبه النادي الاهلي هو اللي عمل مش عايز اقول هو اللي عملنا بعد ربنا طبعا النادي الاهلي صاحب الفضل علينا كلنا محدش يقدر ينكر فضل النادي الاهلي عليه حتى اللي بيسيب النادي ما يقدرش ينكر فضل النادي الاهلي عليه بعد ربنا برضه مشان محدش يقولي الاهلي لا ربنا والنادي الاهلي الاهلي فوق الجميع فوق الجميع فوق كل أبنائه ومشجعيه وأحبائه الأهلي كيان محبوب مش في مصر بس لا ده والحمد لله محبوب ومعشوق من الملايين غير المصريين في كل نحاء العالم يمكن أنا اتغربت 22 سنة شفت قد إيه حب الناس للنادي الأهلي في الغربة مصريين وعرب في ملايين العشاء خارج مصر بتموت في النادي الأهلي بتنتمي لكيان الأهلي العظيم من غير حتى إيه يعني هم بقالهم مثلا بالعشرين وثلاثين سنة ما بيجوش مصر إنما فخورين إنهم أهلوية الأهلي نادي محبوب حتى من المنافسين ليه؟ لأنه هو صاحب المبادئ هو صاحب القيم هو صاحب التاريخ العظيم بيحترم جميع منافسين في كل الألعاب مش في كرة بس في كل الألعاب لو هنتكلم عن الأهلي وتأسيسه وإن شاءه هحتاج حلقات وحلقات وبرامج وقنوات كتير أكيد مش نص ساعة ولا ساعة ولا حلقة ولا برنامج ولا برنامج يقدر يتكلم عن تاريخ وإنجازات وفخامة هذا صرح العظيم أكيد النادي الأهلي كبير كبير زي ما قولنا بمبادئه وقيمه وأبناءه وإنجازاته وابطولاته الأهلي بالنسبة لجمهوره مش مجرد نادي بيحبه ولا فريق بيشجعه ولا كان بينتمي ليه أقولك أنا بقى الأهلي بالنسبة لنا إيه؟ لأن أنا عيشت كتير جداً بعيد في الغربة الأهلي بالنسبة لنا وبالنسبة لي حياة الأهلي بالنسبة لي حياة الأهلي بتنفس أهلي بعيش أهلي بحب الأهلي الجمهور العظيم ده بالنسبة للأهلي السند والظهر ببساطة الأهلي دايماً رفع راسه في السماء ليه؟ لأن ظهره مسنود مسنود بجمهوره العظيم كل سنة ونادينا الحبيب بخير ومجمعنا دايماً على حبه ومفرحنا كل سنة وأنت عظيم يا أهلي